السلام عليكم مرحبا بكم في قناة وصفة الاحلام اليومات تحضر معي واحد الكيكة تجي غزالة خفيفة سهلة مكونة موجودة في البيت بالبرتقال طبعا ما تجي واحد الكيكة غزالة غزالة ندوز ودبا نوريكم شكل ديالها كيفش تجي من الداخل ها هو الشكل ديالها كي يجي زوية في نوصل الوقت سهلة وخفيفة تحضر في دقائق معدودة كنوجدها كل سهولة ندوز دبا المقادير والطريقة كيفاش نحضرها نبدأ بالمقادير سنحتاج هنا كاس العسر الورتقال 150 مليليلتر كاس الزيت يعني كاس العنبه وكما نعبره 150 مليلتر الزيت 150 غرام السكر سنيدة رابعة ديال الضقيق الضقيق الابيض يعني تعطينا كيسا ديالعنبه ومالقة كبيرة تجمع الكبار ديالمايزينه مايزينه يلك تخليها الكيكة غزالة خفيفة سنحتاج بعض ديال البيضات و سنحتاج ملقة كبيرة عمرة ديال كونفوتيوب وقشرة ديال حامضة واحدة بالنسبة للحامض ممكن تعودوا قشرة ديال الحامض بقشرة ديال ليمون النتيجة بالنسبة للحامض حكيت قشرة واحدة و سنحتاجوا قبيصة ديال الملحه و سنحتاجوا خمارات يعني 6 غرام بيكين باودر نبدأ بطريقة سنخلطنا بخلاط يداول فقط و سنحتاج هنا نضيف السنده و نحرك مزيان حتى قربنا السنده مع البيض سنسجموه مع مضياته في نقص الوقت قربنا السنده ثم سنضيف الزيت ثم سنضيف الزيت ثم سنضيف الزيت وعصر المرتقال ثم سنضيف حامض ثم أيضاة أضفيت قبشرة نضيف وهنا نضيف السيد قويصة ديال الملحه أستطيع ذلك البلد كونات الجرفة سوف نأخذ ثقائق غرب الوصفة او لو ممكن نصفه قبل نغرب له هذه المكونات قبل ما نبدأ نخدمه قبل ما نبدأ نخدمه نضيف كما قلت لكم مرة بعد ثقائق سوف نضيف هنا الخمارة الجوش خمارة والناشا سوف نضيف الجوش مع الكبار بالناشا بوصفة وملاحظة الزربي ونغرب الوصفة يتحضرون الكونات ونحركونها بالناشا ونحركواها سوف نحركة قبل ما داعك من الوصفة ونسجد المكونات السائلة مع القنات وإمال ان تخلط الكونات بعد نسالة العجين انا اخذت المول اختياري اي نوع المول عندكم اضحنته بالطريقة الكراسيكية و سنخلق العجين بهذه الطريقة في نفس الوقت انا شاعدت الفرن دابا و قلته يسخل بعد نسالة الكيكا سنخفض الدرجة الحرارة و تقرب نحمي 20 درجة يعني نقسها مزيان و نجعلها طيب و تقرب حتى الاروبة تكون طيب بعد نسالة تخرج نفرم و تبردت تزين طبعا اختياري كنزينه بش ما بغينا انا هنزين هنا في الشوكولات فقط شوكولات دوبته بدون اي اضافات اطفال كنزين خصوصا لدوليدات كيبغي و اشياء اللي كي تزين بالشوكولات بهذه الطريقة هذي كنحاول ان نقضها ماشي تجي الجيهة فيها الشوكولات و جيها يعني جيها عامره و جيها خاويه تكون قادرة كاملة و ممكن من الفوق هذي نزينو انا نضير رقائق اللوز انتم و ممكن نضيرو غير الكوكولات او اللي متوفر حسب الحاجة اللي متوفر عندكم في الدار هنا يا رقائق اللوز بعد ما حمرتو كانت ما اللي تعجبوكم هذي الكيكا هذي وبصحة و راحة و كنسان ان شاء الله تعليقه ديلكم و الاراء ديلكم بعد ما تجربوها اسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة